موسيقى 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 إله إقبال أكتر يعني عندي الولد الحمد لله إحنا أربع سنين الحمد لله إن بتشوفيه بنيته بتشوفيه سبع سنين ليه هذل إشي الأكل عن صغر مش عكبر الأكل هو قوة البناية دم عن صغر كيف الأمارة بتأسس أهم إشي الأم دين تعونها بعدين بتربلش ترفع فيها الطوابك ونفس الشي البناية دم بتأسس فيه هو صغير سنة سنتين تلاتة أربعة بكي ما أعرف قوته للبناية هل أسعار هاي الأكلات غالي بفصل الشيطة بمعنه هو موسمها؟ إحنا نبيعها سبعة شيكل العلت سبانك سبعة شيكل خبزة ثلاثة بعشرة أسعار رخيصة هاي الأكلات الشتوية يعني تعرف الشتوية مش كل يوم فيه شيطة عندنا موسم يعني عندك خبازة عندك علت عندك سبانك عندك كتير شغلات للأسف اليوم الناس مش قاعدة توق عكوب مش قاعدة توق ليش مش عارف يعني حكيت اللي بتيجي المرة شو بتساوي؟ تيجي المرة بتصفنون يعني عندك يعني يعني مثل إسه موسم ملفو في البلدي الزهرة يعني يخبازة العلت عكوب يعني يعني بعرفش ليش أنا يعني أو هني بيعود مش متعودين يطبخوا مش معودين ولادين على الطبيعة حضرتك عمي بتحب هاي الأكلات الشتوية؟ أكيد أنا بكلش عمي بره هاي اللي همبورجر ومش نيتسليم والأبصر إيش هاي مين بكل عميشو؟ كل يوم اللي نوع هكي أنا بيجي عبالي الواحد فقع عم بيت آه أكيد معلوم لأنه هاي مش داين هاي الأشياء يعني إسه شهر شهرين خلص هاي العلت بروح آه ما فيش يعني حسب رأيك الناس متعودوا لدى عهد الأكل؟ أكيد أكيد عمي لأنه هذا الأكل صحي بعدين طبيعي هاي أحسن أكلات اليوم المرة بتيجي بسوي لي مجدرة باكل بسوي لي عيليك باكل اليوم أكل آه اليوم كل الناس على اللحمة وبدهن اللحمة ومشاكل من هاي الشكل وهذا ما بفيد اللي بفيد بس الأكل القديم الطبيعي اليوم إحنا موسم اللي هو مش دائم خلنا كل شهرين ببطل سبانخ ببطل عيليك ببطل هاي الأكلات حسب رأيك هالأكلات لازم الواحد يضلي كلها بهذا الطقس بالإش الطبيعي؟ طبيعي طبيعي مجروش عدس طبيعي حسب رأيك هذا الجيل بتكبل السبانخ والعليك والخوز؟ لا هذا جيل فاشل ليش؟ أنا برأيي هذا جيل فاشل أحفادك بأكله هالأكلات؟ طبعا لا أنت بتحبها؟ أنا أقوى أحفاده بس مشاوية ومشاكل من هاي الشكل وهلا غلط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا